اشتركوا في القناة أكرر عليك السؤال مرة أخرى أتحدث عن نصر أكتوبر المجيد والعوامل التي أدت إلى نجاحه من وجهة نظرك أستاذ محمود بسيوني سنحاول الاتصال مرة أخرى مشاهدين أشارت شهادات لضباط وقيادات إسرائيلية إلى أن هناك فوضى تم في الجيش الإسرائيلي بعد بدء حرب أكتوبر وصف دباط إسرائيليون الدبابات المصرية المتاجهة أمامهم بالتسونامي مؤكدين أن ما شاهدوه كان أشبه بجحيم حقيقي نتابع لم تكن حرباً عادية بين دولتين وإنما لطمة قوية على وجه الاستعمار الغاشم أفاقته من أوهام بناها لسنوات حول أسطورته التي قهرها الجيش المصري بجنوده البواسل وصار الجيش الذي لا يقهر أضحوقة مخجلة للاستعمار وأعوانه آنذاك والحق ما شهدت به الأعداء فكانت مذكرة القادة الإسرائيليين أنفسهم أبلغ وأصدق من أي كلام يقال فرئيسة وزراء إسرائيل جولدا مئير إبان الحرب خطط في مذكرتها أن ما حدث في أكتوبر عام 1973 كان أعظم تهديد تعرضت له إسرائيل منذ نشأتها بل ذهبت لأبعد من ذلك بالتأكيد على أنها كانت صدمة انهيار معتقدات أساسية لشعبها أما وزير الدفاع الإسرائيلي أنذاك موشي ديان فقد اعتبر ما حدث في أكتوبر بمثابة زلزال تعرضت له إسرائيل مشيرا إلى أنها أنهت وإلى الأبد حالة التفوق العسكري الإسرائيلي وأما صاحب فكرة خط برليف الجنرال حايم برليف فقد رأى أن الجيش المصري حارب بدوافع وطنية وروح الفداء لديهم وصلت للدرجة القصوى أما إيهود باراك رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسبق فقد أقر بمتلازمة الخوف والرعب التي انتابت الجنود الإسرائيليين خلال تلك الحرب وتأتي شهادة الاسم الأشهر في حرب أكتوبر وأشهر أسير عساف يجوري قائد الواء 190 مدرع الذي دمر بأكمله على يد جنودنا البواسل فكان الدهول من حجم الخسائر التي رآها في صفوف جنوده هو المسيطر على شهادته ليطرح تساؤلاته عن مآلات الجيش الذي لا يقهر كما كانوا يعتقدون ومن عيون قادة إسرائيل ومحاربوها إلى عيون شعبه وصحافته كانت الشهادات أكثر إضاحا لتعتبر الصحافة الإسرائيلية في ذلك اليوم أن حرب أكتوبر كانت لعنة على إسرائيل اخترقت هالة الدولة التي لا تقهر وأسهبت صحافة إسرائيل بالحديث عن التفوق الذي أظهرته القوات المصرية في الحرب وأن قادة بلدهم أساء التقدير لقوة وحجم القوات المصرية وقدرتهم على العبور شهادات من الأهمية بمكان خاصة وأنها وثقتها مذكرات وصحافة وإذاعة العدو الذي انتزعنا منه أرضنا واسترددنا منه كرامة للوطن ليظل السادس من أكتوبر على مدى التاريخ هو يوم الشرف والعزة والكرامة لمصر وشعبها ويوم النصر الذي تحقق على يد أبطالها ودماء شهدائها